الاستهلاك يا سادة مش بس هو كتر الشرة في الحالات اللي غير مفيدة وإنما كمان الاستهلاك عارف الاستهلاك بيشبه للايه الاستهلاك ده يا سيدي بيشبه جدا 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 البخل قالوا لي في ايه قال لك اصل البخل في الغالب الشخص البخيل ما بيكونش بخيل بس بخيل في المال ده كمان ممكن يكون بخيل في المشاعر وكذلك الانسان المستهلك ما بيكونش بس مستهلك للمال او مستهلك للسلع لكن ده كمان بيكون مستهلك للمشاعر ومستهلك للعلاقات ومستهلك للحب اللي في قلوب احبابه وانا دايما بيوسع الاستهلاك بشوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيعلم الناس بحسب ابن ادم لقيمات يقيمنا صلبة ليه؟ عشان حضرة النبي خلينا نتوازن مع فكرة الاستهلاك النهائي لان اللقيمات الطعام الكتير اللي عناكله ايه لا يحصل؟ هيوصلنا الى الاستهلاك النهائي فينتهي وما يبقاش في نفع لكن حضرة النبي في نفس الوقت واحنا بنتكلم على الادخار حضرة النبي يتدخر يتدخر ايه؟ يتدخر قوت سنته بيابيه وامي صلى الله عليه وسلم ثم ينفقها في العلاقات ينفقها في العلاقات ايه؟ ينفقها في دعم الناس ودعم المجتمع وسد حاجة المحتاجين فما يبقاش مدى استهلاك ده هيبقى ايه ده؟ ده هيبقى دوة تنمية هيبقى استهلاك وسيط لان الناس لما تاخد الاموال يتحرك المجتمع ويتحرك السوق ويتحرك وتتحرك الحياة كذلك على فكرة في العلاقات ممكن انت تأمل حاجة تقدمها لحد زي مثلا ان انت تقدم مجهودك لأولادك وما يبقاش المجهود ده وتستهلاك نهائي لكن يبقى استهلاك وسيطه وأولادك بعد كده يحصل فيهم ثمرة ويحصل فيهم مزيد من التنمية الإنسانية من اكتر اسباب الاستهلاك هو مطوعة هوى النفس النفس تميل الى ان هي تتعلق بالدنيا وتتعلق بالملك وتستهلك ولذلك الاسراف مزموم في كل شيء ومن اكتر الحاجات اللي تعلمنا ان الاسراف مزموم وان احنا لازم نتعلم الاتزان في التعامل ده قوله تعالى ولا تجعل يأتك مغلولة انعنقك ولا تبسطها كل البسط يبقى ايه اللي حاصل لازم تكون متزن وعايزين وعايزة نبع حضراتكم لحاجة مهمة جدا جدا انا عايزة نبع حضراتكم الى ايه ان يا سيادة بلاش تستهلكوا الناس اللي بيحبوكم بلاش تكونوا اسباب للاستفزاز مشاعره ومستهلاكها لان في الغالب الاستهلاك بيكون ناتج عن الفراغ انسان كده حاسس انه هو عنده فراغ بيتحول الى وحش حتى وحش في المشاعر فيكون في حالة حالة من حالات التعويض ولذلك الله سبحانه وتعالى كره لنا كما قال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم سلاسا منها اضاعة المال ولذلك حضرت النبي يقول كمان نهيمان لا يشبعان طالبوا علم وطالبوا مال حالة من حالات الاستهلاك ولذلك حضرت النبي كمان يقول ايه ولا يملأ عين ابن ادم الا التراب ويطوب الله على من تاب وايه الحكاية اه لان دايما الجشع اللي بيكون فيه قلب الشخص اللي عنده توحش في الاستهلاك عامل زي الربع الخالي بعض الناس بتفتكر ان انت لما تستهلك نفسك هتشبع وترضى بالعكس انت بتزداد توحش لان نفسك كل ما تطع تتوحش عليك ويمكن عشان كده كان الاجتماع على الطعام لما نجتمع على طعام ونكون مع بعض ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيه ان الناس لو اجتمعوا على الطعام يبارك فيه وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه باب يو وامي صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين يكفي السلاسة ايه ده وكأنه قانون بيتكلم على ماذا كل ما يقل الاستهلاك كل ما تزيد البركة ده قانون لازم نفهمه كل ما يقل الاستهلاك ونقصد الاستهلاك النهائي كل ما يقل الاستهلاك كل ما تزيد البركة ليه لان كل ما بيقل جشع الانسان تزيد البركة يزيد احساس الانسان بالنعمة دي معادلة مهمة جدا ايه طب انا بقول لي معادلة دي ليه لان انا اقول لكم حاجة هعارفين الاستهلاك ذات في حياتنا ليه لان فيه ثقافة وفلسفة بتقول ايه بتقول حالة بشعة شوية بتقول يا جماعة ان السعادة بتنبني على الرفاهة ومعيار الرفاهة هي الاستهلاك كل ما استهلكنا كل ما دل زلك على اننا مرفاهين وده يدل على ان احنا سعداء وده يوصلنا للسعادة اعوذ بالله هم اللي نعمل في قولي تعالى ان المبذيرين كانوا اخوانا الشياطين ايه ده هل احنا ممكن كده يبقى سعداء يبقى احنا لازم نفهم اللي الاستهلاك ما بيوضيش الواحد للطمأنينة ما بيوضيش الواحد للامان لكن بيحس الانسان بعد ما بيستهلك الى خواء في نفسه الى وجع الى وحشة والاستهلاك ده ما بيشبعش حد ولذلك احوال كتيرة بيستخدم الاستهلاك التعويضي نشوفه لما ناس تنزل تشتري أشياء هي مش محتاجة لها لكن هي محتاجة لشرك حياتها او محتاج لأحبابها فينزل يشتري يفضل عنده انا بسميها شهوة الشراء عشان هو عنده ماذا؟ عنده احتياج الألفة